يعني أنا بقدر غضب وحزن جمهور النادي الأهلي كانوا الناس كلها بتأمل أن احنا المراضي نعمل نسخة استثنائية ونسخة تاريخية في آخر بطولة بالنظام القديم نوصلنا يا كساءالم بس سبحان الله يعني شو بالناس زعلانا أن الأهلي بيوصلش هنا يا كساءالم رغم أن احنا يعني احنا كمصريين عاملين ندعي أن احنا منتخبنا يوصل كساءالم يوصل يوصل كساءالم بس مجرد الوصول مجرد الوصول يعني احنا بنوع لما عادنا 56 سنة مصعدناش كساءالم وتأهلنا عملنا أفراح وليال ملاح عادنا سنة 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 تسعين سنة بتحتفل بال34 سنة تسعين اه وعلى كده لما تعدنا مع هولندا أقمنا أفراح وليال ملاح لحد الوقت يلسا بتعدنا مع منتخب هولندا لما ييجي النادي الأهلي يخلي تأهل كساءالم أمر طبيعي خلى الناس يعني خلى الناس بيتعادئة هو النادي الأهلي بيعمل كده النادي الأهلي هو اللي بيخلي الناس تتعشم في أكتر من المستحيل كمان يعني ممكن توصل بيك المستحيل يعني الناس ما بتكلمش كمان انك توصل نهائي لعدة ولا كده فرصتنا يعني حتى الجمهور في الفوز بوطول كساءالم يعني تخيل النادي الأهلي وصل الجمهور للمرحلة ايه مرحلة انهما يعني ان كساءالم مش بعيدة ان الاهلي كسبها مش بعيدة يعني ما يقولك مش عارف من زمان من أيام اليابان حلمنا كساءالم يعني تخيل الناس من 2005 منتظرا من نادي الأهل اللي هو فوز بكاسة العالم الأندية شوف النادي الأهل يوصل الناس لإيه وده مش منفرغ يا كابتل أسامة يعني أنه لما يكون عندك فريق يوصل أحلام جماهيره أن الفوز بكاسة العالمة معناه أنه قد إيه الفريق ده عظيم قد إيه أن الفريق ده بيحقق طموح جماهيره شكل غير عادي لدرجة أنه بيخليها يعني توصل ما هو أبعد من المنطقة والطبيعي طبعا غير أنه كمان أنا شايف أنه نظام بطولة بصراحة ودي قلتها وعملت تحقيق كبير جدا في مجالة النادي الأهل ووقتها كان النادي الأهل بيخد بطولة كاسة العالم الأندية في المغرب ستاة 2013 ووقتها عملت تحقيق واستضفت يعني التقيت بكل المديرين الفنيين للفرق السبعة اللي كانوا موجودين في كاسة العالم وكانت نظام بطولة الزرم يعني يا كابتل أسامة هل كان من الطبيعي أنه مثلا لو كان الاتحاد جد مثلا كسب الأهل في المباراة اللي فاتت هل كان من الطبيعي أن التحاد جد يلعب ثلاث مباريات مع فريق بيلعب لأول مباراة في أربع تيام أربع تيام يعني تخيل فريق بيلعب لفتتاح يوم الثلاث بعد كده يلعب يوم الجمعة بعد كده يلعب يوم الثلاثين يعني تخيل تحاد جد لو كان كسب النادي الأهل كان يلعب للمباراة ثلاثة ليه قدام فريق لأول مرة إيه الامتياز اللي بياخده فين العدالة فين العدالة وليه الامتياز اللي بيأخذوا فريق زي باطل أمريكا الجنوبية خاصة كمان لعبة الناد الأهل يا سوز علاء لعبة مباراة كبيرة فنيا وبدنيا وزهنيا طبعا أمام اتحاد جد السرود طبعا مباراة استهلكت كتير جدا جدا من تركيز اللي لعبة الناد الأهل ومن القوة البدنية اللي لعبة الناد الأهل طبعا بالتأكيد مباراة خلية كتير لكن أنا بقولك نظام بطولة ظالم عشان كده أنا يعني مبسوط للنظام الجديد للبطولة النظام التصفيات بين الأبطال دي أبطال القرارات دي أنا شايف أن ده يكون نظام أقصر عادلا لكن بصراحة نظام بطولة ده يعني لو الأهل كان لعبة مباراة الافتتاح كان هي لعبة مباراة ثلاث مباراة ليه قدام فريق أول مباراة ليه لا طبعا ده ظلم طبعا وبتلعب بعدها بـ 48 ساعة يعني ما عندكش حتى وقت كافي أنك تجاهز وتعمل الاستشفى بتاعتك بعدها مثلا بـ 3 يام أو 4 يام ده أنت 48 ساعة بتلعب بـ لا ولما يطلع مصدر كلر بيتكلم على الجهاد يعني تلاقي ناس يعني والله مش عارف يعني وللأسف الشديد وللأسف الشديد كانت لها بكورة سابقة ودلوقتي بقدرة قدر بهم محللين وبيطلعوا في قنوات يعني يطلعوا بمباراة يعملوا حفلة على الناد الأهلي ويطلعوا ويصخروا من التصرحات كلر لما بيكلم على الجهاد البدني وضغط المباريات واحد نجم كان في فريقي يطلع ساعة برحب الليل يقول لك المدرب الوحيد في العالم اللي بيكلم على ضغط المباريات هو كلر هو مش عارف النظام إيه وبتاوه كده فأنا حتى إن كان داخل لالي النهاردة أبعت الأستاذ حكيم أبو علم النهاردة أهدي 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 مدربين للعالم يعني أنا باهديها الكابتن اللي كان بلعب في نادي وصيف للنادي الأهلي دايما برحب الليل كان طالع هو والشلة بيتكلموا على تصرحات كلر يقول لك ضغط المباريات ضغط المباريات ايه وا편 مرة أول مرة شوف مدربين كمان ضغط المباريات هادي جوردي ولي بنتاقة ضغط المباريات يمكن كمان فيه كمان أكتر من خلي بالأك الناس اللي أنت بتقولها دي يعني هتلاقيها بتظهر في سنة أولي اتفضل أهدي 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 كافيرا المدير الفاني السابق لنادي الاهلي من أربع خمس يم يكلم. فريرا مدرب الزماني قول لك. أنهم مرة في حياتي قالك، مدربين نادري الاهلي بس. مدربين نادري الاهلي بس. روحاديين في العالم. دخلين مباركة. فريرا المدير الفاني السابق لنادي الاهلي. وسأللي قبل كان يلعب إيه؟ بيلعب دوري ومفرارية ودورة أفريقيا. و يخرج بدلا بدلي. يعني يلعب أربع مباريات في دورة بطر وفريقيا. ويخرج وخلاص. اليه الأهل كان يلعب اثناشر تلتاش مبارا في دورة بطر افريقيا. ويكمل 13 مبارا ويلعب في سعامل اندية. أدي فريرا بيتكلم. أدي يورجون كلوبا. هو بيتكلم عن دخط المباريات وبيطالب الفيفا بيتدخل. تخلّم لو كان كل آرنبراح أقالك بيطالب الفيفا بيتدخل لانقاذ لايبتي نادر أهلي. أدي أورجون كلوب هو يتكلم عن ضغط مباريات وبيطالب الفيفا أنه ينقذ صلاحه ورفاقه شوف الناس بكلم بها تغطي مباريات خلي بقى أنت تتكلم عن جورديولا والأورجون كلوب يعني ناس يعني التوب في التدريف العالي لا كمان هزيلك من شعر بيتها اللي بيتكلمه عن ضغط مباريات ده عاز أنت عارف حركة النادي الأهلي لعبة مباريات حتى الآن يعني النادي الأهلي بدأ الموسم السنة دي 15-9 بمبارات السوبر الأفريقي نحن نتكلم عن 15-9 لحد نص ديسمبر قدينا هون نتكلم مثلا فيه 3 شهر النادي الأهلي قد 3 شهور 15-9-15-10 15-12 15-12 15-12 تخيل النادي الأهلي لحد دلوقتي 20 مباراة 20 مباراة إضافة لإيه بقى 6 مباريات لعبة النادي الأهلي خدوا مع المنتخب الوطني فيه أجندتين دوليتين يتعاملوا في المنتخب المنتخب لعب مع تونس وزنبيا والجزار وديا ولعب جيبوتي وسيرليون وأسيوبيا يعني لعب 26 مباراة يعني لعب النادي الأهلي لعبه 26 مباراة في كم بطولة بقى كابتن كابتن سيما كمس بطولات دوري ودي البطولة السكة كاس دوري أفريقي سوبر أفريقي كاس عالماندية وكاس مصر كاس مصر أهدي 6 بطولات وبعد يومين ثلاثة يعني نصر نسبوع جديد يلعب بطولة السبع اليوم هات لفريق واحد في العالم في العالم يلعب سبع بطولات في موسيقى واحد عشان كده خلي بالك المشاركات اللي حاك بتقول هدي مش في مصر بس ده أنت ما بين بتسافر تنزانيا عشان تابل سيمبا وترجع عشان تروح وتروح تلعب السبب في السعودية وتروح تلعب بكاس عالم في السعودية يعني خائد كم سافرات النادي هقوله بس دوري يا بطالة أفريقيا السندي وانت بتشارك برضو كمان هقول لك على حاجة يعني دلوقتي يحب يتكلم على أن النادي الأهلي اللي مستر كولر بيتكلم على ضغط مباريات اللي هو لعب 20 مباراة زائد 6 مباريات لعيب النادي الأهلي الدوليين وطبعا منتخب مصر كل لعب دوليين ومع المتخب اللومي كمان فيه لعبة من النادي الأهلي يعني خلال ما يكون متوسط 26 مباراة حتى الآن السنة اللي فاتت في نفس المساحة الزمنية يا كابتنين أسامة النادي الأهلي كان لعب كم مباراة من فترة من 15-9 بقى من 15-12 من 19-10 بداية الموسم النادي الأهلي اللعب افتتح الموسم السنة اللي فاتت بمباراة التحدي المنستيري في تونس في تونس لحد آخر مباراة ليه كان في الدوري لحد 15-12 كان لعب كم مباراة لعب 8 مباراة يعني في الفترة دي 8 مباراة 8 مباراة ما كانش وقتها النادي الأهلي اللعب التحدي المنستيري في الدور التمهيدي وكان دور المجموعات تأجل لشهر فبراير لكن السنة دي دور المجموعات تلاعب تلاعب Atlas تلاعب بادرة جدا ما كانش فيه كاس عالم القندية كاس عالم القندية كان في شهر فبراير يعني النادي الأهلي سويدélه لعب ١٢ ١٢٠ فرق مساحة زمنية بين مضلطين النادر الاهل يلعب بـَثنين دورة أفراريكا في سنة واحدة بيلعب بـ مصر في سنة واحدة بيلعب بـ مُقري يلعب بـ ٢ صبر الأفريكا في سنة واحدة وده الأجندات لالنادر الأهل يعني أعي مدير فني لما يلعب كاس أعلم لأندية في شهر فبراير بعمل حسابه ليلعب فبراير السنة الجاية كاس أعلم لأندية لكن يجي لعبها في الدسمبر يجي نظام دورة أفريقيا يتغير يعني السنة اللي فاتت يلعب الدور الأول بعد كده دورة مجموعات في شهر يعني إذا النهاردة كلر وتصريحاته أو المدربين دول النهاردة دي مش مبررات لكن ده واقع ده واقع أنت بتعيشه وصعوبات وتحديات كبيرة عندك لا أصلا الفكرة بس إنه مبارح بيقوله يعني ورجلك هتحدى أن أي مدير فني في العالم يطلع كامل دخط مباريات لما مدرب فريقه بيلعب 20 مباراة خلي بالك الناس اللي أنت بتقولها دي وهي قاعدة في الإعلام هي بتعمل المشاهدات منها بس المزيع يا كبتل بتعمل المزيع برضو يعني هو مش في مزيع قاعد عشان بتتكلم عن ناد الأهلي خلاها تتكلم عن أي حاجة تانية هتقفل التلفزيون هتقفل القناة وهتقلم هتشوف حاجة تانية مجرد أنك بتتكلم عن ناد الأهلي لو الحلقة ساعتين بتاخد ساعة وخمسين دقيقة عن ناد الأهلي يعني واحد يشيد بمدير بكلر يقولك مدير مدير كلر كر رائع في مدير التحاد جدة ولعبت النادي الأهلي البعض 40 ساعة مدير حقولك لعبة واحد يعني هتخيل لما لعب كورة سابق في النادي الأهلي يقول على زماي اللي في فريق النادي الأهلي يعني إنه منطق ده ناس إزاي دي ما تعمل شدامك لا بس يا كبتل مسمى بيأسرها الرأي العام وبعا كده للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد في مواقع بتاخد كلامهم بتاخد كلامهم بصدرهم للجماهير وجميل بتاخد كلام ده بتتكلم يعني أهل بتتابع جروبات كتيرة جدا وبواقع على الجروبات على الواطس كتير جدا اللي فيها جمهور أهلي الناس بتاخد كلام الناس دي وتبتدت تتكلم عنه أيوة ده فعلا مع حق ولا هم عارفين الأهلي كان مباراة ما لابش كان مباراة كان بيكلموا على مباراة الأهلي والتحاد جدة بشكل ورجعوا بعد تأمر 40 ساعة هدوا المعبد تماما يعني النادي الأهلي من كلر أعظم مدير فني ولا هم تنادي الأهل لعبها رائعة ولعبها ملتزمة ولعبها مش هافيبتها مبارح لعبها وهم ولعبها مش هافيبتها ومدير فني فاشل ويدور على المبررات طبعا يا كابتن أسامة طبعا للأسف عندنا كمان جمهور نحن جمهورنا عاطفي يعني في بعض الناس وقت الخسارة ممكن يروح للمبررات زي كده ممكن يعني يكون طعم طعم لتصفات لاخد جمهورنا ده لفاهم بردو ترجمة نانسي قنقر